قبيل الذكرى الثالثة لبدء عمليات التحالف في اليمن وبأيام قليلة مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد قرار دعا لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب اليمن المشرعون الداعمون لقرار إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف وصفوا الوضع في اليمن بأنه كارثة إنسانية تتحمل مسؤوليتها السعودية ومن السعودية قبل ثلاث سنوات أطل المتحدث باسم التحالف أنذاك أحمد عسيري في مؤتمرات صحافية مطولة قال فيها بأن المدنيين لن يكونوا تحت مرمى ضربات التحالف والأهداف جميعها عسكرية لكن الأحداث فيما بعد أثبتت عدم صحة ذلك القول ضحايا كثر سقطوا حين بدأ القصف يطال مدنيين في صنعاء والصعدة والحديدة وعادن والمخى وحيس وزبيد وجراح ونهم ومأرب والبيضاء وتعز ضربات التحالف العربي طالت أهدافا عسكرية كما وعد بذلك التحالف منذ بدء عمليته باليمن لكنها أهداف تابعة للجيش الوطني التابع للشرعية والتي أعلن التحالف شنه الضربات الجوية لاستعادتها معسكرات الجيش الوطني والمقاومة تعرضت لغارات طيران التحالف سقط فيها العشرات من قيادات وأفراد الجيش رفضت تحالف في البتء الاعتراف بهذه الضربات بعدها بررها بأنها أخطاء عابرة لن تتكرر لكنها تكررت مرات ومرات على مدى ثلاث سنوات ومع كل غارة تطال أهدافا مدنية تتصاعد الأسئلة حول عدم استهداف الاستعراضات العسكرية لميليشيا الحثي في صنع والحديدة وتعز وفي مناطق مكشوفة وبعيدة عن الأماكن المأهولة بسكان غير أن تلك الأسئلة تبقى دون إجابة آلاف المدنيين فقدوا حياتهم نتيجة ضربات التحالف وقصف الميليشيا في مفارقة غريبة تتوحد فيها الأطراف المتصارعة بنشر الموت بين المواطنين اليمنيين مؤخرا أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي موافقة الحكومة السعودية على تشكيل صندوق لتعويض ضحايا غارات التحالف في اليمن هذا الإعلان يأتي استجابة للضغوط الدولية على المملكة كما يرى مراقبون ويستبعدون قيام الصندوق بالعمل قريبا لتعويض ضحايا الذين تقدرهم إحصاءات الأمم المتحدة بالآلف